شاب سوري قرر تحويل بقية طعام مهدرة لمشروع ضخم يضر عليه أرباحاً كبيرة شهرياً بفكرة غير متوقعة حيث أبهر السوريين وألهمهم بمشروعه الفريد فما قصته؟ هو شاب سوري يدعى أحمد الميري حاول أن يتغلب على ظروف المعيشية الصعبة التي يوادها السوريون في البلاد فتبادرت إلى ذهنه فكرة وهي أن يستفيد من بقية طعام مهدرة وأن يعيد تدويرها بشكل يخدم البيئة والإنسان في آن واحد بدلاً من إلقائها في القمامة ومع بتفكير طويل توصل الشاب لفكرة مشروع فريد من نوعه وهي أن يحول بقية طعام إلى سماد عضوياً ممتاز يستفيد منه المزارعون السوريون في أراضيهم الزراعية الصغيرة من هنا بدأ الشاب السوري تجارب عديدة حتى توصل في النهاية لتحويل بقية طعام لأحد أفضل أنواع الأسمد التي تستخدم للزراعات المنزلية أو لتسميد المساحات الزراعية الصغيرة فالسماد العضوي الذي نجح الشاب في التوصل إليه ذو مواصفات عالية الأمر الذي جعل المزارعين في منطقته يشترون منه السماد لأراضيهم وبعد تجربته من قبل العديد من المزارعين وجدوا في هذا المنتج المبتكر فوائد كبيرة حيث لامسوا ذلك من خلال التغيرات التي طرأت على أراضيهم ومحاصيلهم الأمر الذي جعل المزارعين يقبلون على الشراء منه بكثرة واعتماد منتجه كسماد أساسي لأراضيهم كما أن مزارعين آخرين بدأوا يقبلون على الشراء منه ما أحدث طفرة في المبيعات التي باتت تزداد بكثرة حتى أصبح يجني الشاب أرباحاً خيالية من وراء فكرته البسيطة وحول سر تميز منتجه عن باقي السماد المعروض في السوق فصرح الشاب السوري لوسال الأعلام بأن تكلفة منتجه الرخيص جداً مقارنة بالباقي هي سبب تميزه في الأساس لذا بدأ الشاب السوري خلال السنة الثانية من افتتاح مشروع بأعمال التطوير حيث جمع كميات كبيرة من بقايا الطعام من خلال أشخاص عملوا في هذه المهنة معه بعد أن بات الطلب مرتفعاً للغاية على السماد الذي ينتجه حيث أصبح مصدر ربح دائم وفكرة مشروع ذهبية لمن يبحث عن مصدر ربح مستقر وبحسب الشاب السوري فأن المشروع يحقق له دخلاً ثابتاً شهرياً وكلما قام بتطويره وبتوفير كمية أكبر من بقايا الطعام كلما زادت الأرباح وفرص عمل للعديد من الأشخاص طموح الشاب السوري لم يتوقف عند هذا الحد حيث يسعى إلى توسيع منتجه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة